كابتن أحمد، زيبك كابتن عفوض طقال بعد ما خلقته من الأهلي، الأمور ما بقتش أسهل حاجة يعني كانت فيها السؤالات بس برضو أنا السؤالي، هو ليه خلقته من الأهلي أصلا؟ اتنين جمدين جداً في الأهلي، اتنين كمان جميلين بتحبهم والمدربين اللي بيشتغلوا معهم بيحبهم أقول لك يا كريم، بصي ممكن الحمد لله ممكن لأ الواحد لما لاعب الحمد لله الواحد علم في ندالي لحد وقتنا هذا الحمد لله لما حد بيجي يتكلم من اللعيبة الحمد لله اللي كان لها اسمه وممكن ما حصلش نصيبه والواحد طلع بره والواحد لأ يعني عمل اسم يكمل على اسمه وتقلق ويمكن اللي بيتكلم عفروض إحنا جيل مش محظوظ شوية بمعنى أصح أن انت دلوقتي إحنا طلعنا كنا صغيرين خدنا النجوماء بدري قوي تمام؟ لعبنا كاس عالم ففي الدنيا يعني زي ما تقول نوارت لنا بسرعة قوي وخصوصاً بقى طلعنا مع جيل يعني عتولة في النادي الأهلي بكلمك بجد انت اتلعت مع جيل اللي هو انت لو اتمرنت معاه انت كده السي بي بتاعك بقى كويس اه طبعا فتخيال بقى ما بالك ان احنا الحمد لله لأ لعبنا يا كريم كنا بنلعب أساسيين والحمد لله خدنا بطولات فكانت الامور كانت الامور ماشية كويس لحد طبعا الصورة واللي انت عارفوا الكلام دوت ويقف الدولي شوية بالزبط والحطة برضو عشان الواحد يعني بيطلع بيتكلم بصراحة الواحد ولا يحب يجمل ولا يقولك ويزود كلام ولا حاجة يمكن برضو الواحد كان لسه الفكر منادقش بمعنى اصح ان انا كان لقى عندي فرصة انا عن نفس الشكر انك كنت ممكن اقدر اكامل بس حبيت بقى ان انا لقى عارف انت في سن صغير وعندك حماس لقى انا اطلع عالعب بره وكسر الدنيا وارجع تاني فالدنيا بقى عارف خديتك من هنا شوية ومن هنا شوية فخلاص هي كرة عمتا النصيب فيه فيه لعبه كتير او بتتظلم في حت تبقى انت اطلعت بره كمان بعد في حت تبقى المدربين دي دي قصة تانية